تعزيزات إلى المهرة وتمرد في سقطرة هكذا يبدو الوضع في المحافظتين المسيطر عليهما من قبل التحالف السعودي الإماراتي والبعيدتين عن المواجهات مع ميليشيا الحوثي تأتي التعزيزات السعودية إلى المهرة بعد أيام فقط من إعلان التحالف هدنة مع ميليشيا الحوثي معللاً ذلك بالتفرغ لمواجهة أزمة كورونا أزمة كورونا لم توقف السعودية عن إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى المهرة على الحدود مع سلطنة عمان والمكونة من آليات ومصفحات وعربات عسكرية قدمت من منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت وأمام استمرار السعودية في تعزيز تواجدها العسكري بالمهرة طالبت لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة السلطة المحلية والأحزاب والقبائل للوقوف صفاً واحداً لإيقاف التجاوزات والانتهاكات السعودية لسيادة المحافظة سقطرة هي الأخرى لم تكن بمنأة عن محاولات الزج بها في معارك السيطرة بين السعودية والإمارات حيث أعلنت قيادة اللواء الأول مشاة بحري في محافظة سقطرة تمردها على الشرعية وانضمامها إلى ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات مصادر محلية قالت إن اللواء الأول مشاة بحري أعلن تمرده بقيادة رئيس أركان اللواء العميد الرقن ناصر عبدالله قيس حيث يتكون اللواء من أربع كتائب هي كتيبة أمدرعات وكتيبة دفاع جوي وكتيبة نوجد جنوب الجزيرة بالإضافة إلى الكتيبة التي سبق وأن أعلنت تمردها قبل أن تعيد إعلان ولائها للشرعية في وقت سابق يستميت التحالف السعودي الإماراتي في إيقاف الحرب مع ميليشيا الحوثي تحت مبررات عدة لكنه في المقابل إرمي بكل ثقله شرقا باتجاه المهرة وسقطرة في محاولة لاستكمال السيطرة على المحافظتين في مشهد يعزز من الشكوك حيال الأهداف الحقيقية للتحالف من التدخل في اليمن